ضروري قبل ما ابتدي مراجعة الموسم الاول من مسلسل داوتشر اوضح اني من الناس اللي لا ارو ولا رواية من الروايات الاصلية ولا لعب ولا واحدة من الجيمز وبناء عليه فرأيي معبر فقط عن هذه الشريحة من المشاهدين والاختلاف في الرأيي وارد طبعا وياريت لو حصل يتم التعبير عنه في القومنز مع احترام وجهة النظر احترام وجهة النظر اللي هو نظام انتو تحترموه جهة النظر يا اللي هو نظام حدش يطلع يقول خلف تعرف ولا روت انتو اوهام في دماغي معلش مخرف انا اسف انا سأخذ ايضا احداث مسلسل داوتشر بتدور في عالم خيالي بيجمع ما بين البشر والوحوش والصحراء والالفز والالفز دي بالعربي بيترجموها اقزام وهم طبعا مش اقزام هم برضو فيه ترجمات تانية بتقول جني صغير وانا شايف ان دي نوع من انواع الاهانة فالغاية لما يبقى فيه تفسير وتعبير موحد هنفضل نقول عليهم الفز واحداثنا بتتتبع ثلاث شخصيات رئيسية اولهم هو جيرالت اوفريفيا داوتشر اللي بيحارب الوحوش مقابل فلوس وبيعاني من احتقار العالم اللي حواليه لجنسه بالكامل تاني الشخصيات هي اميرة سنترا الهاربة سيري اللي بتحاول تنجو بنفسها من مطاردة نيلفجارد وثالثهم هي الساحرة المتمردة يينفر اللي عندها هدف واحد بتدور عليه مش حقدر اقول لكم عليه بالضبط عشان ما نحرقش اكتر من اللازم احداث المسلسل بتورينا ازاي خطوط التلات شخصيات دي بتتقاطع وازاي ده هيكون له تأثير على مصرهم فيا ترى ايه اللي هيحصل بمجرد معبرت عن ان المسم الاول من مسلسل داوتشر مع جابنيش الاراء المقابلة جريت بسرعة على افتراض ان فيه حاجات مفهمتهاش واني كنت المفروض قبل ما اتفرج على المسلسل لازم اقرأ الروايات والعب الالعاب انا هنا مش عاوز اتكلم عن موضوع اللوم والافتراض بتاع انك لازم تقرأ المواد الاصلية قبل ما تتكلم عن اي عمل درامي لاني بالفعل غطيت الموضوع ده بالتفاصيل في بودكاست اتنشر على بوديو هحط لكم لينك لي في الديسكريبشن تحت ولان في الاساس كل النقاط السلبية وكل التحفظات اللي عندي على الموسم الاول ملهاش اي علاقة باي حاجة فشلت في اني افهمها يا جماعة الموضوع بسيط جدا وعلى مستوى الفانتة سي ملموم جدا وعلى مستوى الاحداث محدود جدا وقبل ما نتكلم في السلبيات الحقيقة نقطة ايجابية مهمة جدا لازم اتكلم عنها بخصوص المسلسل وهي انه نجح في ان هو ينقل كل ابعاد العالم ده بوضوح كافي فهمت كل الاماكن فهمت كل الابعاد الجغرافية فهمت كل الابعاد التاريخية وفهمت كل انواع الشخصيات وعرفت اميز بسرعة جدا مين الشخصيات الرئيسية ومين الشخصيات الفرعية لذلك ممكن تكون مشكلتي اصلا مع المادة الاصلية دي نقطة بقى انا فعلا مقدرش احكم عليها اللي اروا واللي لعبوا واللي شاهدوا ممكن يميزوا ده ولكن بالنسبة لي انا من منظوري انا كواحد لا ارى الروايات ولا لعب الالعاب الموسم الاول بشكل عام كان محبط دي بقى تتاخد باكتج على بعضها كده مين مسؤول عن ايه مش موضوعي ما يهمنيش ومش مفروض يهم اي حد في الدنيا عاوز يتابع مسلسل مش من مشاكل الموسم الاول برضو على الاطلاق هو بيتقارن بايه من الظلم اصلا ان احنا نقارن مسلسل زي ده بجيموف ترونز وانا متفاجئ ان هي دي المقارنة الرئيسية اللي كل الناس جريت عليها والحقيقة ممكن يكون المسلسل نفسه مسؤول شوية عن ان الناس جريت للمقارنة دي لانه بالفعل استعار بعض الاجواء وبعض العناصر اللي اشتهر بيها مسلسل جيموف ترونز بس بصراحة بعد اول 20 دقيقة نص ساعة الفرق بان وما هواش فرق في الجودة ولكنه فرق فيه طبيعة المسلسلات ده حاجة وده حاجة ده مسلسل فانتسي مهمته في الاساس هي انه يبهر المشاهد بابعاد العالم الغريبة والخيالية اللي احنا موجودين جواها يفرجنا على مغامرات كتير يفرجنا على مخلوقات كتير يفرجنا على وحوش كتير وكل ده جوا قصة مش مطلوب قوي انها تبقى معقدة اكتر من اللازم المهم بس تكون مطيرة للاهتمام وبتتحكي بشكل سليم وهو ده لب الموضوع يا جماعة مشكلتي الرئيسية مع الموسم الاول من مسلسل داوتشر انه بيحكي الحدوتها بطريقة تبدولي مش صحيحة عندنا 3 شخصيات رئيسية بنحاول نتابع رحلتهم ولكن للأسف الرحلات دي مش مستوية بكل وضوح وبمنتهى الصراحة الشخصية الوحيدة اللي عندها المراحل الكافية عشان تخلي المشاهد مهتم انه يتابع رحلتها هي ينفر سيري عندها رحلة يمكن مش بالطول المناسب ولكن عندها رحلة داوتشر على الجانب الاخر ما عندوش احنا قضينا وقت طويل جدا واحنا بنتابعه في مغامرات كتير جدا ما بتساهمش باي حاجة اكتر من انها تعرفنا بطبيعة قدراته وبصراعه درامي في قناعتي الشخصية المسلسل دا لو كان اسمه اي حاجة غير داوتشر شخصية جيرالد كانت هتبقى شخصية فرعية الحاجة الوحيدة اللي بتحسس المشاهد بان لي وزن اغلبه هوا في رأي الشخصي هي اسلوب السرد والمسلسل اختار اسلوب سرد غير مستوي علشان يدي انطباع للمشاهد بالذكاء ودي مشكلة كبيرة موجودة عندي مع اغلب المسلسلات اللي انتجت في السنتين اللي فاتوا والحقيقة مش المسلسلات بس عدد كبير من الافلام بقى بيعمل كده برضو وهو التلاعب باسلوب السرد لادعاء الذكاء جماعة لما اي حد في الدنيا يتبع اسلوب سرد غير مستوي لازم انا كمشاهد اسأل نفسي سؤال واحد هل القصة دي كانت صالحة انها تتحكي بطريقة عادية؟ لو الاجابة اه يبقى اسلوب السرد دا ادعاء فقط حاجة كده بس مطلوب منها انها تديني لحظات مفاجأة هي في الحقيقة مش مفاجأة ولا حاجة وفي تقدير الشخصي المستفيد الاوحد من اسلوب السرد بتاع الموسم الاول هو شخصية داوتشر اللي قدر يستخبى تماما وراها عشان ما يبنلناش بقد ايه جوة الحدوطة اللي اتحكت لغاية دلوقتي هو مش مهم لو تخطينا النقطة دي سواء اتفقنا او اختلفنا على انها مشكلة لازم نتكلم عن ابعاد العالم الخيالية الخيال يا جماعة عارفين الخيال؟ حاجة كده ملهاش اي حدود في الدنيا ممكن تعمل فيها اي حاجة وممكن تنقلها بالصورة عن طريق الدراما سواء التلفزيونية او السينمائية باستخدام المؤثرات علشان تخلينا نتجنن فين يا اخواننا الكلام دا؟ شفنا كام وحش وشفنا كام مخلوق اسطوري وايه درجة الابتكار في الوحوش والمخلوقات دي ده فيه مراحل ومشاهد ومغامرات كتير بان فيها زي ما يكون المسلسل بيقصد انه يخبي الوحش زي ما يكون مش عايز يدخل نفسه في مقارنات او عاوز يتجنب ان الناس تلاحظ فعلا ان المؤثرات في المسلسل دا ما كانتش على المستوى ما هو دون عناصر الخيال الحقيقة فعلا كويس جدا في التجربة البصرية الاجواء العامة والملابس والمكياش بتاعت الشخصيات اللي شكلها طبيعي المواجهات الحربية ومواجهات المبارزات الفردية كل دا كان كويس جدا وهيل جدا بس مش هو دا اللي المفروض يميز المسلسل دا خصوصا واننا لو رحنا للركائز الرئيسية بتاعت الدراما نفسها حنلاقي دربكة كتير حنلاقي شخصيات بتظهر وبعدين بتختفي بدون ما نفهم قوي طريقهم كان عامل ازاي او مصرهم رايح على فين حنلاقي احداث كتير من المفترض انها مصيرية بتنطلق من نقط اقل ما توصف بيه هي انها تضحك يا جماعة من غير حرق قوي يعني بس عشان نبقى فاهمين بعض برضو احد النقاط المصيرية في المسلسل انطلقت من ان احد الشخصيات الفرعية اللي اختفت الحقيقة كان خايف يضرب وحتى وحن بننتقل للجزء الخفيف من الاحداث الكوميديا ما كانتش عظيمة قوي ومحدش يقولي المسلسل ده جاد ومظلم وما كانش المفروض يضحك لا يا سيدي حاوله والله يحاوله بس ما نفعش ودي مش مشكلة في التكسيد ممكن تكون مشكلة في الشخصيات جدا جدا بقى كمان بس بكل تأكيد مش مشكلة في التكسيد اللي كان عندها تحديات حقيقية في التكسيد هي انيا تشالوترا اللي جسدت دور يانفر ورغم ان تصميم الاحداث برضو حصرها الوقت كبير جدا في الشخصية السودوية بشكل مبالغ فيه ولكن رحلتها ليها معنى وتكسيدها نقل المعاناة بتاعتها فعلا يليها فريا ألن في دور سيري يمكن نطاق المعاناة مش واسعة قوي ولكن الشخصية بتاعتنا هنا بتتعرف اكتر على طبيعتها وتاريخها ومصرها وبرضو هي نجحت في انها تخلي المشاهد يقلق عليها ويتعاطف معاها على الجانب الاخر بقى هنري كافل في دور جيرالت ما كانش عنده اخفاقات كبيرة ولكن عنده مشاكل كبيرة لان اصلا ما كانش عنده تحديات كبيرة ولان طبيعة الشخصية زي ما انا فهمتها مطلوب انها تعكس قدر كبير من الجمود والجمدان في نفس الوقت والراجل جامد يا جماعة خلونا نعترف امش عارف بس ليه دايما حظه منيل في انه يتواجد في اعمال يلا ما علينا عندي اسباب كتيرة جدا اكتر من اللي قلتها كمان ممكن تخليني محبط قوي من الموسم الاول ولكن ضروري اوضح ان دا لا يجعله غير صالح للمشاهدة وإلا الحقيقة كنت سبته بعد اول حلقتين تلاتة ودي نقطة مهمة يا جماعة على فكرة اللي حيتقفل من المسلسل في اول حلقتين ما يتوقعش تحسن واللي حيعجب بالمسلسل من اول حلقتين ما يتوقعش تدهور ودي مشكلة بشكل عام في استواء الاحداث وفي الايقاع العام للموسم ومع ذلك وانا بتابع كان عندي رغبة في اني اتفرج على كل حلقة بعد انتهاء اللي قبلها لان كان عندي احساس ان المسلسل مش بعيد قوي عن ان يتم انقاضه يمكن يكون كان مخبي حاجة صحة يمكن يكون كان بيستدرجنا للنقطة اللي حيبرر فيها كل شيء عمله ولو النقطة دي موجودة فهي بكل تأكيد ما حصلتش في الموسم الاول تقييمي للموسم الاول من مسلسل داوتشر هو 4 من 10 وبكل تأكيد حرجع تاني واتفرج على المواسم اللي جاية لان الحدوتة بتاعتنا بكل تأكيد محتاجة مواسم تانية افضل وبكل تأكيد دا مش صعب في مناقشة الحلقة عاوزين نستبين اراء بعض عشان نحاول كلنا نفهم هل المشكلة فعلا في متابعة المادة الاصلية ولا لا هطلب من حضراتكم حاجة بسيطة تقولولنا في التعليقات قريطوا الروايات الاصلية ولا لا لعبتوا الالعاب ولا لا شفتوا المسلسل ولا لا عجبكم ولا لا ياريت تساهموا برأيكم في الكومنز ياريت تعملوا شاروا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول وتابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو وبوديو وباز وبي باي